بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لدينا سؤال من اليمن من الأخ أبو العز مرزوق السالمي يقول السلام عليكم ورحمة الله أستاذي أحمد الله يسعدك أنا من اليمن وكما تعرف الشيعة الزيدية أخي ماذا تقول في الشيعة الزيدية ما هي السلبية وما هي الإيجابية في الحقيقة هو الأخ من اليمن ربما هو أعرف مني بوضع الزيدية ولكن هناك دراسات تاريخية تتحدث عن الزيدية الزيدية هم مرحلة أولى من مراحل تطور التشيع قبل أن يصبح تشيعا دينيا يعني يقوم على عقيدة الإمامة الشيعة كانوا حركة سياسية يتبعون البيت مثلا التفوا حول الإمام علي قاتلوا في صفوفه في جيشه ثم ثاروا على يزيد واستدعوا الإمام الحسين لكي يحكمهم لأنه برأيهم كان أفضل واحد للحكوم ولم يقبلوا بحكومة يزيد بالقوة والإكرار ثم ثار بعد ذلك حفيد الإمام الحسين الإمام زيد بن علي أيضا التف حوله الناس وقالوا بأنه يأخذ بحقهم ذلك أرفوا بزيدية هم يعني في سنة 122 قام الإمام زيد بالثورة على شاب بن عبد الملك ولم يكنوا يعرفون بنظرية الإمامة أن الإمامة حق لأهل البيت مفروض من الله تعالى ولذلك عندما ذهب الإمام زيد إلى الكوفة وأخذ البيعة من الناس الناس كانوا يعتقدون هذا رجل سائر إمام مهدي مثلا يثورون معه ولكن فريق من الشيعة اللي كان استوى سائر يعني متبلور كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة فسألوه سألوا الإمام زيد ماذا تقول في إمامة أبي بكر وعمر مدحوهما وقال ما عندي شيء وياهم أنا قالوا لا أنت هم أخذوا حقك حق جدك الإمام علي وإذا أنت تؤمن بهم فإحنا ما راح نجي معاك ثم قال لأحدهم لأحد هؤلاء اللي هو يعرف بمؤمن الطاق أو شيطان الطاق قد تعرفين قال له تعال أنت يعني أنت تعال معايا في الثورة فقال له لا الإمامة ليست لك إنما هي الإمام جعفر الصادق قال له كيف يعني ابن أخو الإمام زيد قال لأني الإمامة من الله ليست هكذا أي واحد يطلع يسوي ثورة إحنا نتبعه فتعجب الإمام زيد قال له هذا الكلام من وين جاء بنت أني ما أعرف الكلام هذا ولا أسمعه إذا كان هذا كلامك صحيح أبي الإمام زين العابدين كان أخبرني به وقال لي مثلا الإمام هو فلان ابن فلان أو الإمام هكذا ولم يخبرني الإمام زين العابدين بذلك فقال له نعم لأنه أخشي عليك إذا أنت ما قبلت أسروح للنار كلام صخيف تبرير صخيف وما كان شيء موجود لا الإمام زين العابدين كان يتحدث عن نظرية الإمامة ولا الإمام زيد يعرفه وحتى الإمام باكر حقيقة والإمام الصادق هناك كلام من أدهم أنه إحنا مو أئمة مفروضين من الله الطاعتنا مفروضة من الله ولكن هناك ناس كان يؤلفون نظريات وحكايات وينسبونها لأئمة أهل البيت وهم منها براء ما كان يعرفوها أساسا فالتيار الزيدي هو التيار الأول الذي تشبث بهذه النظرية في مقابل ما يعرف بالإمامية الذين قالوا بأن الإمامة بالأسمة والناص والوصية والوراثة في سلالة علي والحسين إلى يوم القيامة الزيدية إذن هم الشيع الأوائل الذين كانت لديهم نظرة معتدلة إلى الخلفاء السابقين الخلفاء الراشدين باعتبارهم خلفاء صاروا الإمام علي بايعهم واتعاون معهم ثم أيضا أصبح خليفة من بعدهم ما كان فيه نظرية سلبية أن هؤلاء يعرفون النص على الإمام علي وانقلبوا على الإمام علي هذا الشيء ما كان موجود لا لأم كان يعرفوه ولا عامة الشيعة كان يعرفوه فلذلك كانت نظرتهم مؤتدلة إلى الصحابة الأوائلة مسألة عادية حتى لو افترضنا حدث خلاف مثلا سياسي أو شخصي أو شيء مثلا تردد إمام علي فترة من الوقت عن البيع فهذا مسألة عادية بسيطة يعني وانتهت وراحت فلذلك من إيجابيات الزيدية أنه كانوا يؤمنون بعدم موجود النص وأن الحكم والخلافة بالشورى مو بالوراثة ما يشترط فيه الأصمة والناس وما إلى ذلك لا الحكم حكم باللغة الحديثة الديمقراطية يعني بالشورى الناس ينتخبون وطبعا كان فيه فترة هم يعتقدون أنه أولى الناس بذلك هم أهل البيت كانوا يقولون إلى رضع من آل محمد أو أي واحد من آل محمد مثلا ننتخبه ونبايعه ويصير وأيضا حدث خلاف يعني يمقل هكذا في الكتب القديمة وقد بحث ذلك في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني مفصلا نشوء مختلف التيارات الشيعية المعتدلة والمغالية يقال أنه الإمام الباقر كان هو عالم وإمامته قام على الألم فحدث خلاف هكذا يمقل يعني بينه وبين أخيه زيد أنه الإمامة للعالم أم للثائر أم للسياسي الثائر فقال له زيد يعني كان يعتقد هو الإمامة بالمبادرة والكفاءة والثورة يصبح إمام فلذلك لم يكن زيد يعتبر أباه الإمام زين العابدين إماما آلم يعني من يعتبر إمام مثلا الإمام علي الحسن الحسين وزيد بن علي هكذا كان يعتقدون فكان يقول ليس الإمام مننا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبط عن الجهاد ولكن الإمام مننا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه يعني طبعا زيد كان اتجاه ثوري أكثر حتى في زمن إمام أخيه الباكر ولكنه لم يثر في زمن الباكر الباكر تصفى سنة 114 زيد بعد ذلك بحوالي ثمان سنوات ثارف الكوفة في سنة 122 ولذلك أحزاب شعية عديدة كانت يعني في تلك الأيام أحزاب زيدية حتى عديدة معتدلة متطرفة وسط مثلا فقالت أحزاب شعية عديدة في القرن الثاني في هجري أن علي كان أولى الناس بعد رسول الله لفضله وسابقته وعلمه وهو أفضل الناس كلهم كلهم بعده وأسجعهم وأورعهم وأزهدهم كانوا أعتقدون أنه هذا متميز لما علي وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر أصبحوا أئمة عدين وعدوهما أهلا لذلك المكان والمقام كانوا صحابة رسول الله شيوخ كبار وأصبحوا أئمة رضي الله عنهم وأرضاهم وذكروا هذه الأحزاب الشعية في القرن الثاني الهجري مع عداء الإمامية وذكروا أن علي سلم لهم الأمر سلم لهم الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهم إذا كان عند حق مثلا هو تنازل عنه فإذا حق بالأولوية مو حق بالنص فنحن راضون كما رضي المسلمون له ولمن بايع ولا يحلوا لنا غير ذلك ولا يسعوا منا أحدا إلا ذلك وإن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدا لتسليم علي ورضاه أيضا هذا أمام علي أيدهم فإذن ولايتهم صارت رشد وهدا طبعا من الزيدية قلت يعني تيارات عديدة خاصة كل حركة عندما تكبر تكثر فيها التيارات المتعددة لا تعود رأي واحد وموقف واحد ويعني فكر واحد وإن منهم من ذهب إلى أن علي أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن كان جائزا للناس أن يولوا عليهم غيره هذا ما زالت تعود للناس والناس ولوا أبكر حتى لو كان علي بن ابن طالب أفضل من أبي بكر مثلا إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئا أحب علي ذلك أم كرهه مسألة متعد إلى الإمام علي فولاية الوالي الذي ولوا على أنفسهم برضا منهم رشد وهدى وطاعة لله تعالى وطاعة واجبة من الله يعني إذا أصبح والي وناس بيع فلازم يطيعوا وهو ما يدل على عدم إيمان هؤلاء الشيعة الأوائل الذين يعرفون بالزيدية بنظرية النص والتعيين أو التشيع الديني ما كان يعرفون هذه النظرية لأنها لم تكن موجودة تلك الأيام يعني بشكل واسع منتشرة فنشوف نحن المؤرخون الشيعة والسنة يتحدثون عن ثلاث فرق رئيسية من الزيدية الذين كانوا يشكلون امتدادا للتشيع العلوي السياسي التشيع كان سياسي ما كان ديني ما كان عقادي كلها تتبنى نظرية الشورى بشكل أو بآخر يؤمنون بالشورى الحكم بالشورى وعلى رأسها الفرقة البترية والجارودية والسليمانية حتى الجارودية اللي تعتبر شوية متطرفة أكثر من غيرها هي حتى كان تعتقد بعد ذلك كان يقولون للإمام علي النص ولكن بعد الإمام علي والحسن والحسين هي شورى البترية هم أصحاب كثير النوى والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة أو عيينة وسلم بن كهيل وابن المقداد ثابت الحداد الذين كانوا يؤمنون بولاية علي ويجمعون بينه وبين ولاية أبي بكر وعمر ما في تناقض نحن نوالي الإمام علي ونوالي أبا بكر وعمر في نفس الوقت ولكنهم كانوا يفضلون علي ويثبتون إمامة أبي بكر ويرون الخروج مع كل ولدي ولدي علي يذهبون في ذلك إلى الأمر المعروف ونهي على المنكر هذا أدوهم شي مهم جدا يعني الثورة الأمر المعروف ونهي على المنكر كان يصطلح على الثورة في تلك الأيام يؤمنون بالثورة على الظالمين ويثبتون لمن خرج من ولدي علي الإمامة عند خروجه مو قبل ما يخرج كأنه هو مكلف من الله تعالى إذا واحد ثار وخرج وكذا يصبح إمام شيء معقول جدا يعني ولا يقصدون في الإمامة قصد رجل بعينه أو هناك ناص هناك راثة وهناك كذا لا ما موجود هذا شيء حتى يخرج اللي يخرج يسموه إمام وعندهم كل ولدي علي على السواء من أي بطن كان أبناء الحسن أو أبناء الحسين كل عادي عندهم وحتى أبناء علي يعني أوسع من أبناء فاطمة أبناء فاطمة يعني فقط الحسن والحسين أبناء علي لا حتى محمد من حنفية وأولاده مثلا أيضا كان يعتبرون دولة أئمة وأما السليمانية فهم أتباع سليمان بن جرير الرقي الذي قال إن الإمامة شورى شوفوا شلون الفكر الشيعي كان قديم وأنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمة وأجازة إمامة المفضول حتى لو كان مفضول إذا الناس انتخبوه وصار إمام وبايعوه فيصير إمام وأثبت إمامة أبي بكر وعمر وزعم أن الأمة تركت الأصلح في البيعة لهما هذه مسألة تاريخية أيضا ما لأثر في ذلك الوقت لأن علي كان أولى بالإمامة منهما إلا أن الخطأ في بيعاتهما لم يوجب كفرا ولا فسقا مسألة عادية جدا يعني وأما الجارودية هاي الفرقة اللي شوي متطرفة أكثر فهم أتباع أبي الجارود زياد بن أبي زياد الهامداني الكوفي الذين كانوا ينفون وجوده نص صريح على الإمام علي بالإمامة ذيك الأيام يقولوا ما كو شي شي ما كو نص على إمامة علي بالنص يعني الصريح ويقولون إنه كان بالوصف دون التسمية وقالوا نتيجة لذلك إن إمامة علي بن أبي طالب ثابتة في الوقت الذي دعا الناس وأظهر أمره عندما أصبح إماما أصبح أمير المؤمنين يعني ثم كان الحسين بعده إماما عند خروجه ثم زيد بن علي ثم من دعا إلى طاعة الله من آل محمد فهو إمام وقد رفض الجارودية وعامة الزيدية حصر الإمامة في أولاد الحسين قالوا لا حتى أولاد الحسن مثلا واعتبروا من يقول ذلك خارجا عن الدين وقالوا إنها شورى في أولادهم جميعا هؤلاء ضيقوا دائرة الشورى في أولاد علي يعني أولاد الحسن والحسين وأن الإمامة صارت بعد الحسين باختيار أهل البيت وإجماعهم على رجل منهم ورضاهم به حتى هؤلاء انقسموا فيما بعد إلى تيارات عديدة وربما قال بعضهم بالنص على إمة الثلاثة الأوائل علي والحسن والحسين تأثرا بالإمامية لأنه كانوا أيضا في صفوف الإمامية هؤلاء الجاردية في البداية ولكنهم كانوا يبنون نظريتهم في الإمامة بصورة عامة على أساس الشورى والتصدي والخروج يصبح الإمام إمام وليس على أساس النص وخاصة بعد الحسن والحسين يعني كان فرق عديدة أيضا كانت تؤمن بهذا الكلام وأنا فصلت ذلك في كتابي هذا التشيع السياسي وتشيع الديني ولكن بعد ذلك عندما استولوا الزيدية على السلطة في اليمن وكمان استولوا على السلطة في طمبرستان في فترة من الزمن حدثت تطورات فكرية والتيار الجارودي غلب والتيار اللي كان يؤمن أنه حصر الإمامة وصارت الإمامة أدن بالنص كل واحد ينص على ابنه أو على مثلا واحد من أقرباء وصارت الإمامة تنتقل وعندما حكموا في اليمن حوالي ألف سنة يعني كانت يتبادلون الإمامة بصورة ضيقة وبصورة يعني إلى أن انتهى حكمهم في الستينات عندما قامت الثورة الجمهورية عليهم وقضي على حكم الإمامة فبعد ذلك عموم الزيدية انخرطوا في الجمهورية الجمهورية اليمنية التي قامت في الستينات واستمرت إلى اليوم هم عمادة كانوا الزيدية والجمهورية تعني أي واحد يكون رئيس جمهورية وصار عدة رؤساء وعدة أشخاص يتولون الحكم عدهم وما عاد يؤمنون بأن الإمامة مثلا حصر بهالبيت أو ذاك البيت يعني هالبطن أو ذاك البطن أو أنه من خصائصهم ولكن هناك بعض الكتاب يكتبون أنه في اليمن حتى الشافعية اللي هما بقية السنة في اليمن عدهم نوع من تقديس البيت العلوي تعظيم البيت العلوي ويؤمنون بأن الحكم يجب أن يكون لهم هم أولى لأنهم هم آل النبي وعادهم آل النبي مستمرين إلى اليوم عند الشياء الإمامية الذين كانوا يقولون بالنص انقطعت السلسلة خاصة الاثنى عشرية انقطعت في واسط القرن الثالث الهجري وبعد ما يعترفون كل سيد مثلا أو كل من ينتمي إلى البيت هو حقيق بأزعام والإمام والخلافة لا يقولون خلص ظلوا ألف سنة الشيعة الإمامية ينتظرون الحكم ينتظرون الإمام المهدي ثم قالوا بولاية الفقه أو بالجمهورية الآن بالعلاق مثلا وهتان نظريتان لا تشترط أن يكون الإمام من أهل البيت يعني أو من السادة الأشراف لا أي واحد كان فقيه حتى من عامة الناس إما يكون فقيه مثلا يصبح إمام أو يصبح رئيس جمهورية أو لا حتى إنسان عادي يمكن يصبح إمام فالتطور الشيعة الإمامية حاليا إلى القول بنظرية الجمهورية والشورى كما كانت عند الشيعة الأوائل الشورى لعامة الناس من حق عامة الناس البعض يتهم الحوثيين بأنهم يؤمنون بنظرية يعني حصر الإمامة فيهم ويريدون يعيدون نظرية الزيدية أو الحكم الإمامي كما يعتقدون هذه اتهامات غير موثقة وغير معروفة يعني وغير ثابتة نحن نعرف أنه أنصار الله في اليمن اللي هي الحزب الحاكم يعني الآن في صنعاء اللي يسموهم الحوثيين أيضا هؤلاء أعلنوا أيضا أن هم يؤمنون بالشورى يؤمنون بالانتخابات يؤمنون بالجمهورية ولا يدعون أي حق لآل البيت أو للحوثي أو لغيره بالإمامة والحكم وأنا عندي نص من أحد قادة أنصار الله اللي هو الدكتور أحمد شرف الدين هذا كان الموجه السياسي لأنصار الله لأنصار الله هذا كاتب دراسة قيمة جدا تحت أنوان رؤية أنصار الله حول محاور فريق بناء الدولة كونه هذه المحاور كتبه في ما يلي وهذا وثيقة جدا مهمة حتى نتعرف على فكر أنصار الله هلهم يؤمنون بالديمقراطية والجمهورية والانتخابات لعامة الشعب اليمني أم لا يعملون من أجل سيطرتهم هم كعائلة على السلطة يقول في العام 1991 1991 أصدر علماء الزيدية فتوى اجتهادية قرروا فيها أن الولاية العامة يعني الحكم والرئاسة أن الولاية العامة فضلاً عن الولايات الأخرى في الدولة محافظين أو مسؤولين أو قادة عسكريين أو ما شابه حق لجميع أفراد الشعب دون تمييز هذه فقرة جداً مهمة حقيقة ومن ثم فلم تعد محصورة في فئة أو شريحة الولاية العامة لم تعد محصورة في فئة أو شريحة يعني التيار الزيدي مر بمراحل 1400 سنة فيمكن يجي تيار متطرف تيار منغلق تيار كذا وتيار منفتح ويصير تطورات دائماً في كل التيارات في كل الحركات ما نتمكن ناخذ فكر واحد موقف واحد نعمم على كل التاريخ كما حتى الفكر السني فكر السني أيضاً تجدون نظريات عديدة بالفكر السني ومراحل متعددة من الإمام بالشورى إلى الإمام بالنصب الخلافة العباسية والعثمانية إلى مثلاً ناس يؤمنون بالديمقراطية الآن عند السنة فهي تطورات تحصل المهم الموقف المعاصر الموقف الراهن ما هو يقول أيضاً هذا الدكتور أحمد شرف الدين اللي هو زيدي أيضاً ومن قادة تيار أنصار الله يقول في العام 1992 دعا علماء الزيدية في بيان لهم الشعب اليمني طبعاً عفواً دعوا في بيان لهم الشعب إلى الاستفتاء على دستور الوحدة معدرة يعني علماء الزيدية دعوا الشعب إلى الاستفتاء على دستور الوحدة بنعم ما يعني تأييد بناء الدولة على أساس مدني هذا الدستور الراهن على أساس مدني وفقاً لمضامين الدستور المستفتة عليه ونحن ما نزالوا على ذلك الموقف حتى الآن يعني ما نؤمن بأن الخلافة والحكم ديني في أهل البيت في مثلاً الحوثيين أو في الزيدية كما كانوا يعتقدون سابقاً فهذا تطور كبير حصل فيه صفوف اليمنية الصفوف الزيدية في اليمن وهو ما يدل على التقائهم مع السنة ومع الشيعة ما يسمى بالشيعة الآن ويسمى بالسنة أن جميع المسلمين الآن الزيدية والإباضية والسنة والشيعة يؤمنون بالجمهورية والديمقراطية ومساواة الناس وحق الولاية العامة لجميع الناس من دون تمييز وهذا شيء مهم جداً وتطور عظيم هسه يمكن يبقى بعض الناس أو بعض المشايخ أو بعض الكذا كما في كل الحركات والطوائف قد يؤمنون بمثلاً النظريات معينة ولكن بصورة عامة هذا شيء لا يوجد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر